عثر على ثمانمائة عظمة مصدرها أربعة عشر مامث عاشت قبل أكثر من أربعة عشر ألف سنة في وسط المكسيك واكتشفت عظام هذه الثديات الضخمة جدا في ولاية مكسيكو على بعد حوالى خمسة وأربعين كيلو مترا من العاصمة ويرى علماء الإحاثة أن ما لا يقل عن خمسة قطعان من المامث كانت تعيش في تلك المنطقة التي كانت مأهولة بالبشر أيضا ولا يعد هذا الاكتشاف الأول في المكسيك ففي السبعينات وخلال حفريات لبناء قطار الأنفاق في مكسيكو عثر على بقايا مامث في شمال العاصمة